اللهم يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ولا تغلطه كثرة مسائل، ولا يشغله سائل عن سائل، نعوذ برضاك من صفتك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم يا من قد غلب بقهره كل شيء، ووسع برحمته كل شيء، وعم بلطفه عبادة، يا من لا ييأس بروحه المؤمنون، ولا يقمق من رحمته المسرفون، ولا يأمن من عقابه المذنبون، وعفو عنا، فإنك أنت العفو الرحيم موسيقى 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 هو أحد أعلام الأظهر الشريف، وكان له دور كبير في حفظ التراث الإسلامي من الاندثار، كذلك سيذكر له التاريخ الدور الوطني والبطولي الذي أدى في حفظ حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، هو فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف، في مصر أرض المجددين، موسيقى يتمثل محور الإمام محمد حسنين مخلوف التجديدي في إدراك الواقع إدراكاً عميقاً، وفي الاهتمام بالعلوم وبحفظ مصادرها، فقد كان أول أمين لمكتبة الأظهر الشريف، وألف كتابه الماتع في الدفاع عن حق مصر في حقها من مياه النيل، فيما أسماه الجواب النبيل في سكر نهر النيل، وحرم ما يفعله الآخرون من محاولة حرمان مصر من نصيبها في الماء، رحم الله الإمام محمد حسنين مخلوف، رحمة واسعة، موسيقى فضيلة العلم الجليل، الفصدكتور علي جمعة، أهلاً بحضرتك، أهلاً وسهلاً بكم، مرحباً، أهلاً بكم أولاً، لو تحدثنا عن فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف ومشروعه التجديدي، فماذا سيكون في الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، فضيلة الإمام الشيخ محمد حسنين مخلوف، ولد سنة 1861، يعني على بداية القرن كان عنده حوالي أربعين سنة، تسعة وثلاثين سنة، وانتقل سنة 36، ومعنى كده يعني عنده خمسة وسبعين سنة، رحمه الله تعالى، اه، 1861 يعني أدرك الأكابر، يعني لما مات الشيخ محمد عبده، كان هو عنده حوالي أربعة واربعين سنة، فلما جات صورة 19 كان عنده 59 سنة أو 58 سنة يعني هو من صناع أحداث هذا القرن العشرين يعني أو بدايات القرن العشرين حفظ القرآن ونزل إلى مصر دارسا في الأزهر على النظام القديم ووصل إلى أن أسند إليه في أواخر القرن 19 أمانة مكتبة الأزهر مكتبة الأزهر مكتبة حافلة لأن علي باشا مبارك جمعها من الأروقة وحفظ عليها كذا كما جمع دار الكتب المصري يقول أبو الوفى المراغي وكان أمينا لقد قام الشيخ محمد حسنين مخلوف بحفظ التراث وبإكمال النواقص ولو أن المكتبة استمرت على سياسته لكنت ترى فيها العجب العجاب لو استمرين على الخطة التي وضعها محمد حسنين مخلوف إذن هو رجل إداري ورجل فني كان يأتي بالكتاب فيرى فيه صفحة ناقصة فيبحث عن نسخة أخرى منه وينسخ هذه الصفحة الناقصة ويكملها حتى خدم كل كتب المكتبة هذا عمل شاق للغاية وفني للغاية وعلمي للغاية لكن يعني الناس دي كان ربنا منور بصيرتها وعطيها خبرة تراكمية ورثوها عن أبائهم بما هو ليس موجود في كتاب يعني ده فن فن منقول عن التربية والأباء في هذه الغصور محمد حسنين مخلوف هن الأزهرية يقولوا عن إيه أبو حسنين أبو حسنين جيه أبو حسنين راح ما يندهوش باسمه محمد يقوله أبو حسنين حسنين ده هو ابنه الذي صار مفتيا في ولايتين صار مفتيا من 48 ل50 وصار مفتيا من 52 إلى 54 فمحمد كان صديقا وزميلا ويمكن نقول تلميزا أيضا للشيخ محمد بخيط المطيعي وكان يحضر عند الشيخ محمد بخيط المطيعي الكتب والشيخ محمد بخيط المطيعي في بيتهم كان يقرأ الشفاء لابن سينة الشفاء في هذا العصر كان مطبوع في إيران في 20 مجلد فكان يقرأه في الأوراق لقضب الشيراز في المنطق وكان أبو حسنين ترقى في المناصب حتى صار وكيلا للأزهر في هذه الرحلة المهمة ألف كثيرا من الكتب موقفه من التراث إيه هو علشان نعرف هو مجدد ولا مش مجدد حصل في سنة عشرين خلي بالك بقى سنة عشرين دي معناته أنه عنده ستين سنة خمت تسعة وخمسين سنة فحصل في هذا الوقت أن الإنجليز من أجل أن يجعلوا الشركات الإنجليزية تشوف شغل وأرزاق ويدخلوا لها دخل عملوا لها مشاريع زي سد النهضة بتاع أسيوبيا دلوقتي في السودان علشان يعملوا شغل ومصر دي مش ضروري منها يعني فالمصريين اعترضوا فتشكلت لجنة والمصريين اعترضوا وأنشأوا رأيا عاما ضد هذا الذي يحدث لأن هذا سيقلل نصيب مصر من المياه هي المشكلة اللي احنا قاعدين فيها مع أسيوبيا الناس خاف التأثر على حصد مصر من المياه احنا نتكلم دلوقتي طبعا لها تاريخ طويل لكن احنا نتكلم الف وتسعمائة وعشرين والكلام كان أساسا في السودان مش في الحبشة بعد كده اجيه في الحبشة على فكرة قبل الحاجات لها تاريخ طويل فتشكلت لجنة اللجنة دي كان كان فيها واحد اسمه كوكس المهندس كوكسي ده كان عندنا هنا في الأناطر كان مسك الأناطر وعلى فكرة المهندس كوكسي ده هو مسك ضرب كتب واخد بالك المهندس بتاع الأناطر بتاع الأناطر ده وكان يدعو دعوة غريبة جداً رد عليها الدكتورة نفوسة زكريا في جامعة اسكندرية في الدكتوراه الدعوة إلى العمية يعني عايز الناس تتكلم بالعمي مش بالعربي وندرس العمية مش بالعربي كوكسي ده هو وواحد تاني معاه راحوا كان اسمه كيندي راحوا قالوا لا المصريين هم عندهم حق ويجب إيقاف هذه المشاريع التي ستقلل المياه في هذا فولد أمريكي كان اسمه كوري كوري الأمريكي ده هو جيه يقف مع الشركات بتاعة الإنجليز اللي عايزة تاكل عيش على أفا المصريين فكوري عمل لجنة تانية واللجنة دي وصلت إلى القيادة الإنجليزية فعملت لهم لجنة تلتة تحكم بينهم ووقفت مع كوري والمؤولين والشركات ضد كوكس وكندي اللي هم كانوا واقفين مع مصر سحبوا الجنسية من كندي ده هو وقالوا الكوكس اوه هتتكلم ساكت كده هو ما تتكلمش ولا في صحافة ولا في أي حاجة وساكت عبدالله باشا وهبة كان مفاتش ري قال الله وإحنا نسيب الإنجليز يلعبوا بينا ده لجنة وده لجنة وده يقول وده يعيد إحنا نعمل لجنة وسمها اللجنة الوطنية كوري راح لناس باكستانيين موجودين في انجلترا وقال لهم إيه رأيكم شرعا ورح مدخل الشرع طبعا دي لجان فنية ما كان ينبغي أن يحدث هذا لما لقى اللجنة الوطنية إنه راح مدخلين الشرع من ناس قاعدين في انجلترا ما يعرفوش خلفية الموضوع إيه أساسا يعني فراحوا الشيء عبدالله باشا راح لمحمد حسنين المخلوف أبو حسنين مظموط وقال له يا سيدنا الشيخ عايزين نشوف رأي الشرع في سكر النهر سكر النهر سكر النهر سكر النهر يعني حبسه وسده حتى يتعلو ماء أو يأخذ منه ويحرم منه الآخرين المسألة دي يعني يعني مسألة عجيبة غريبة ديها دعوة بالواقع لكن راحوا لذلك العلام الذي فتش الكتب وكاتب لهم فتوى رائقة فائقة على المداهب الأربع طيب أساس فطلتك نعرف الفتوى بعد الفاصل بعد الفاصل لأنها مهمة جدا نتخص نهر مين سكر النهر بالضبط سكر النهر ده الفعل سكر النهر ده يبقى المصدر بتاع سكر سكرا برك الله فيكم مولانا أسازينكم بعد الفاصل خليكم معنا موسيقى 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 بقرية بني عدي القرشي بأسيوت ولد شيخنا العلامة محمد حسنين محمد مخلوف في تلك البلدة العريقة ذات التاريخ المشرف والبيئة الصالحة التي ترعرع فيها مخلوف على يد كبار العلماء والشيوخ بالقرية آنداك من محافظة أسيوت إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة تلك كانت رحلة علم الإمام مخلوف فهنا في رحاب الصالحين الباحثين عن العلم التقى الإمام بأعلام الفقه والدين ليبدأ من هنا مسيرة علمية فريدة بليئة بالإصلاح والتنوير ومنطقة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة هي منطقة عامرة تتميز بموقعها الفريد داخل مدينة القاهرة فهي قبلة لكل من تعلق قلبه بالعلم وبجمهرة علمائه الأطياب الأخيار ومزار سياحي هام لكل من يريد رؤية روعة البناء الإسلامي ويستشعر الروح المصرية الأصيلة في كل شوارعها مرحبا في الدكتورة علي جمعة مرة أخرى أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا بكم مرحبا طيب كان إيه بقى رد فضيلة الشيخ على طلب الفتاة من عبدالله باشا واهبي عشان الشركة الإنجليزية عايزين يسكروا نهر النيل عن مصر ما هو لو كنت يعني فاكر الأفلام الأديمة يقولك دول جموا سكروني المحل يعني أفلوا فسكر النهر أي أغلقه حبسه سده سكر النهر فليه استعمل كلمة سكره لأنها هي الكلمة التي استعملها الفقهاء في كتبه ما حكم سكر النهر من أعلاه ومن أسفله نحن نعد الأسفل المصاب ودكهة أعلى لأن الأرض عاملة كده مظبوط والمية قعدت تضحرج إلى المصاب يبقى بتصب في البحر فهي يقولك إيه مصر السفلة ومصر العليا يقولك أبر إيجيبت أبر إيجيبت يعني الصعيد اللي هو مصر العليا عليا في مستوى الأرض دي مرتفع عن سطح البحر لكن دي مع سطح البحر في اسكندرية بقى ورشيد وكفر الشيخ سطح للفق blogs جدا هيسكر لي النهر من هنا فذاللي خلي الشيخ يؤلف كتابه الماتع الجواب النبيل في سكر نهر النيل المسألة دي هي موجودة في التراث موجودة في التراث وموجودة في المذاهب الأربعة وليها أدلة من الشرع من ناحية الأحكام الشرعية ديها أدلة من الشرع ولكن ما كان للمتشرعين أن يدخلوا في المسائل الفنية إلا لما السيد كوري راح لبعض غير أهل الحجة من القاصرين اللي استدلوا بآية أو استدلوا بحديث يقولك الناس شركاء في سلاس أيوة صحيح الحديث صحيح بس ملوش دعوا بالقصة دي ده أنت هتوقع الضرر بيه ودي لها أحكام يقولوا ونبئهم أن لكل منهم شرب يوم شرب يوم معلوم أو شرب محتضر أيوة شربه هنحضره كل حاجة لكن إيه علاقة ده بدأ أصلا دي في ناقة صالح طب ما هي ناقة صالح ده بير خاص لكن النهر بتاعنا ده ده نهر عام يبقى قياس مع الفارق ما ينفعش أنتوا بتلخبطوا كده فهذا العلم وهذا التأصيل وهذا وعلى فكرة الشيخ محمد حسنين مألف في الأصول على الشوكاني غاية السود فإذن الرجل فاهم يقرأ التراث إزاي ويستفيد إزاي ويحوله إزاي إلى الواقع المعيش خدمة للوطن خدمة للقضايا المصيرية خدمة لكل جدال مجمع البحوث الإسلامية وهي كبار العلماء لقوا كتاب لقوا الكتاب ده في الأضابير فحققوه وطبعوه اتوزع في معرض الكتاب اللي فاده اللي هو الجواب النبيل للشيخ محمد حسنين المخلوف والجواب النبيل في حكم سكر نهر النيل واستطاع به إن هو يفند شبهات الأستاذ كوري الأمريكاني ده وشبهات المقيمين من المسلمين في لندن من الكومن ويلس وأورد نصوصا عجيبة غريبة من ضمنها من ضمن هذه النصوص أن الحنفية يمنعون هذا مطلقا فكرة أي غلق لمجرمائي قاد يدور منه الناس واخد بالك ديك هتيقول لك بالاتفاق أو مثلا بالتناوب لكن الحنفية المطلقة ما يتقفلش خالص ما يتقفلش خالص ليه يا حنفية ليه ما احنا هنتفق مع بعض انه يقفلوه كده الحالا ومقالا يعني انت منتش عارف بكرة يحصل يبقى ازاي تسده واخد بالك ازاي نمر اتنين سده سيغير ما خلق الله ولا تغيرن خلق الله ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ده ابليس هو اللي بيدي كده فقاله ايه قاله حاجة بتدرس الانف الهيدروليكا في قليات الهندسة وهو انه النيل هو ماشي كده ماشي الهي فلو عملت السكر ده اختلت الضفاف يعني الضفة من هنا تختلق والضفة من هنا الضفة فنهوا عن السكر والكاري الكاري بقى انك انت تفتح منه حاجة تودي المية بتاعك تفريع تفريع التفريع دي لها اصول اذا خرجت عن الاصول يبقى لا ينوز السكر والكاري الراجل جاب عجب مجاب ومن الكتب يبقى موقفه من التراث هو استعمال التراث فيما هو نافع وفيما هو قائم في الانتراث فيه مصلحة للناس من التراث فيه مصلحة للناس فيه مصلحة للناس تماما وقات اليوم على المذاب الاربع واخذ بكلامه وابطلت الانجليز المشاريع السودانية يعني هو كان السبب فيه تعطيل المشاريع الانجليزية اللي كان بتتم هناك ايوه احد الاسباب لانه هو عطى دال عبدالله باشا وهبي وعبدالله باشا وهبي في اللجنة الوطنية يعني ايه فضح الانجليز وفضح الالعيب بتاع الكوري والناس دي نعم فادي ده أثر مشروع الشيخ محمد حسنين كان ممكن يقولوا احنا منا صحيح ايه علاقة مع سد النهر واجب سد النهر لكن لانهم قتلوا التراث بحثا وتعمقا زي ما امين الخلي كان بيقول ان التجديد يحتاج الى ان تقتل التراث بحثا وتعمقا وفهما صحيح صح وإلا كان تبديدا لا تبديدا ادي الكلام و ادي المشاريع التجديدية اللي احنا علماءنا عملوها واللي اذا اردنا مشروعا تجديديا الان كان على ذلك النمط اقتلوا التراث بحثا واصروا عصير كده زي عصير زي اللمونة وانت بتعصرها وبعدين استفيد من مناهجه ولا تقف عنده مسائد